بارموسي بارو ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة محدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستازئون ولئن ذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليأوس كفور ولئن ذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذغب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تاركم بعض ما يحاى إليك وضائقوا به صدرك أن يقولوا لو لا أنزل عليه كمز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افترى وقل فأتوا بعشر سور مثلي مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بع علم الله والله لغا الله فغل أنتم مسلمون من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفر إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخصون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبظ ما صنعوا فيها باطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربي ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالناروم وحده فلا تكفي من يتم منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أضلوا ممن افترى عن الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقولوا أشهادها أولئ الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يسدون عن سبيل الله ويبغونها عفجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا محجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله أو من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون سمعا وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفكرون لا جرى أنهم في الآخرة هم الأخصرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقبطوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميح لخلي السويان مثلنا فلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك التمعك إلا الذين هم أراضلنا بادي الرأي وما نرا لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم رأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم وننزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسلكم عليهم ألن أجري إلا على الله وما أنا بطالد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله يطلطهما فلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري عينكم أن يتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذن لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جلالنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إن ما ياتيكم بك الله إن شاء وما أنتم بمعجدين ولا ينفعكم نصحيين أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغفيكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوحنا أنه لن يؤمن من قومك إلا ما يقد آمن فلا تبدئز بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعين وحنا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكل ما ور عليهم الأمي وقومي سخروا من ولي تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من ياتيه عذابه يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفاردت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا ما سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله ما تراها ومرساها إن ربي قول غفور رحيم وهي تجريبهم في موجه كالجبال بنادانو حنبنه وكان في معزلين يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحيم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء وعقلعي وغيض الماء وقضي الأمر وستفت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأن تحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهنين قال رب إني أعوذ بك نسلك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين قيل يا نحوك بضعب سلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد نخاهم هدى قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون ويا قوم لا أسألكم عليه أجر إلا على الذي فطرني فلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما ورسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عادوا جحدوا بآيات ربهم وعسوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلا تموداخهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة منه رحمة فمن ينصرني من الله إن أعصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقد الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فأقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاتمين كأن لم يغنوا فيها لا إن ثمود كفروا ربهم لا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبت أن جاء بعجل حنيف فلما رأى أيديهم لا تصل إلينا كراهم ووجث منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ولداء آل دوان عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا تعجبين من أمر الله ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الرح وجاءت بالبشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم الأحليم نواهم منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوط وانسي أبهم وداق بهم درعا وقال هذا يوم نعصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون سيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم الرجل الرشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي لا ركن شديد قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصل إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا مرأتك إنه مصيبها ما سعبه من موعدهم الصبح أليس فالصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل ملدود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين بيع بعيد وإلى مدينة أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم مصيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعطوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما نعليكم بحفيظ قالوا يا شعب صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في يموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرعيت من كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوصنا وقوم هودنا وقوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعب ما نفته كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رأتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم يا رادي عز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عاملوا سوف تعلمون من يأتيه عذاب ويخذيه ومن هو كاذب وارتخبوا معضعم إني معكم رقيب ولما جاء أمننا نجينا شعبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاتمين كأن لم يغنوا فيها لا بعدا لمدينة كما بعيد التمود ولقد أرسلنا موسى بهاياتنا وسلطان مبين إلى فرعون ملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يخدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار بإسال رفد المورود وأتبعوا في هذه لحنتهم ويوم القيامة بإسال رفد المرفود ذلك من أنباء القرآن قصه عليك منها قائم وحسيد فما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنه مالكتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لا آية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجن معدود يوم ياتي لذكا له نفس الله فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق وأما الذين خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعيدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك أعطاء غير مجذود فلا تقف في ميذيتهم مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبله وإن لهم وفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لغضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كل لما ليوفي أنهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت وما متاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من يدون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم صلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحزنات يذيبن سيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضي أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم من بقية ينهون عن الفتاة في الأرض إلا خليلا ممن أمجينا منهم واتبعا الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرار ظلمين وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأ الجهنم من الجنة والنات أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فوادك وجاك فيها حقهم وعذة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم منا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات واردوا إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه ومع ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألفنا من رأى تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربي لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما وحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا عبتي إني رأيت أحداشر كوكبا وشمسا والقبر رأيتهم لساجدين قال يا بني لا تقص جرئاك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن شيطان الإنسان عدوهم به وكذلك يجد بيك ربك ويعلمك من تأويل الحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آله يعقوبك ما تمه على بويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف في إخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين وقتلوا يوسف بطرحوها أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعضه قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوا في غيابة الجب يلتخطوا بعض السيارة إن كنتم فائلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف إنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحذرني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنت عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به واجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نسبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بي سولت لكم أنفسكم أمرا فصبروا جميل والله المستحان على ما تصيفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلاد الله قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة فالله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخص دراه ومعدودته وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لمرأته يكرمي مثله أعسائيا فأنا نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليسوا في الأرض ولنحلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ شده وآتيناه عقما وعلما وكذلك نجزي المحسنين راودت كلتي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الهبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مصبايا إنه لا يفلح ظالمون ولقد همت به وهم بآل ولا رؤى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المطلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بيهلك سوءا إلا أن يستنى وعذاب أبيك قال يراودتني عن نفسه وشاهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدك إن كيدك العظيم يوسف عارض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من القاطين وقال نسوتهم في المدينة مراتها العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وعاتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا ولقال تخرج عليهم فلما رأينه وكبرنه وقطعنا إيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد رابدته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق راسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا ياتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن ياتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة وهم كافرون واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي استجناء أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا اسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إيا ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي استجناء أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستغطيان وقال للذي ظن أنه ناجم منه مذكرني عند ربك فأمساه شيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمانية كلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خدر وأخرى يا بسات يا أيها الملوفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أدغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمتنا ننبيكم بتأويله فارسلون يفتغ أيها الصديق وفتنا في سبع بقرات سمانية كلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خدر وأخرى يا بسات لعلي يرجح إلى الناس لعلهم يعلمون أولا تترعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد كلما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصلون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاة الناس وفيه يعصرون وقال ملكوتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألهما بال النسوة التي قطعنا يذيهن إن ربي بكيدهن عليك قال ما خطبكن إذ رابتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حسس الحق وان رابته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يديك إذا القائنين صدق الله العلي العظيم